تحدثت اليوم عن زينة رمضان يعني بشكل عام هلأ يعني صار مؤخراً صارت الناس تحب أنها تزين بشكل عام يعني أجواء وموسم ويعني الكل بيكون فرحان فأكيد بيكون في هيك قواعد معينة خلالي نحكي لتزين صح لأنه مننزل أكيد على السوق وبنشوف كل الأشكال فبننحتار إيش بدنا نختار فحلو إنه نكون عارفين إحنا إيش بدنا بالأول وإيش بيلبق لبيتنا عشان نزين لرمضان نعم هلأ أول إشي أحب أحكي إذا بدنا نطلع على السوق مثلاً عشان ندور لإشي لرمضان أهم إشي إنه يكون عنا ثيم حابين إنه إحنا يعني نتقيد فيه مثلاً بدنا يكون كلهم لون بدنا يكون شعبي يمكن أكتر إشي اللي هلأ متعارف عليه لشعبي اللي هو الشرشف الأحمر اللي بيكون عليه زي أشكال رمضانية أو في ناس بيفضلوا إنه يكون اللي هو بس دهبي فضي يعني يروحوا للون واحد ما بيحبوا إنه كتير يدخلوا الألوان نعم فأول إشي لازم نعرف إيش هو بد يكونه بعدين بنروح عليه نعم فريحنا عم نشوف مجموعة من الصوار حضرتين لنا ياهم حتى تشرحين لنا أكتر عن التفاصيل بزينة الشهر الفضيل نعم هلأ إحنا زي ما هون شايفين كيف إنه رايح أكتر إشي الانطباع لأكتر إشي شعبي يعني الألوان اللي داخل التركوز التبليات اللي داخل يعني داخل فيها ألوان كتير فهذا زي ما قلت لكم إنه بيكون إشي أكتر رايح لنوع شعبي يعني حلو إنه نستعمله بره بالأوتدور يعني إذا عنا حديقة إذا عنا ترس حتى لو عنا بلكونة إنه بنقدر نحط فيها تنب أو هيك حلو إنه ننوع بهذول الكوشنز نعم هون مثلا عم نشوف زي زوايا بالمنزل بنقدر إحنا نزين فيها يعني إذا ناس ما عندهم زاوية كبيرة بيقدروا حتى مثلا على رف بسيط على أي مكان بسيط هون مثلا نحطينها فوق الفاير بليس بنزين مثلا بطريقة كتير مرتبة وبسيطة بتعطي بهجة للبيت وحركة هون كمان زي ما إحنا شايفين الألوان اللي فايت صراحة هلأ لأنه رمضان جاي بالربيع فأنا كتير حاب أنه الناس هيك تدخل هاي الألوان بتعطي ترش حلو كمان مش الألوان الحارة اللي هي بتكون زي أحمر برتقالي هذول الألوان اللي نتعودين عليهم برمضان لأنه لسه أبرد الزو بنختاري ممكن ألوان أفضل لأنه يعني رح نكون إن شاء الله دخلنا عربي إن شاء الله فبقوا إنه حلو هاي الألوان اللي نستعملينها والفوانيس طبعا يعني هي من أحلى الأشياء اللي ممكن نستعملها برمضان هون زي ما قلت لكم دهبيات أكتر يعني neutral colors مش داخلين بألوان هذا إذا حدا حابب إنه روح لهيك ألوان أبسط ما يدخل كتير ألوان بالبيت بقدر يروح لهيك إشي الطاولات النص اللي بتكون موجودة دايما بغرفة الأعداء أو الصالون حلو نحط عليها أكتر من نوع يعني مثلا الأشياء اللي بدنا نقدمها اللي بدنا التسالي هاي الأشياء كلها بنقدر نحطها بنص الطاولة ونعرض عليها بهاي الطريقة الحلوة هون إذا عنا زاوية جاية بأي بيت مثلا هيك حابين إنه نشتغل عليها مثلا ممكن نحط عليها خضار ونحط عليها عشان نبرز الهلال ونعمل عليها ثيم كامل ونحط قدامها كل الأشياء اللي احنا حابين نقدمها برمضان وهاي كمان فكرة حلوة كمان يعني بسيطة يعني أنا بحس أكتر إشي الضواو هي أكتر إشي بتبين بهذا الشهر وبتعطينا هي كيف تخلوق وإحنا عم نشوف فيها دولا صور فرح تحكي لنا يعني هل الألوان اللي أنا بستخدمها برمضان لازم تكون متناسبة مع عفش البيت هلأ يعني خلينا نقول منقدر نربط لون واحد بس بقى الألوان مش ضروري يعني مثلا إذا إحنا بيتنا رايح كله لدهبيات مش حلو إنه نحط في الضيات يعني بالإكسسوار منضلنا بالدهبي بس نقدر ندخل معه قد ما منقدر ألوان يعني منقدر إنه ندخل معه أحمر تركوز يعني أي لون عشان نكسر لأنه حلو بيعطي بهجو بيكسر زي الأيام العادي بس إذا بدنا نحكي عن الألوان هاي السنة برمضان للزينة اش هي الألوان الرائجة أكتر الألوان الربيعية يعني زهر أزرق فاتح حلو فرح كمان إيش في أفكار خلينا نحكي جديدة مثلا يعني ممكن إنه تكون هذا الموسم هلأ صارين يعملوا زي زاوية بالبيت للأولاد إنه زي كأنه مسجد صغير إنه يعني بيدخلوا هاي البهجة وإنه الروحانيات بهذا الشهر فبيعملوا زي زاوية من خيمة وكتير عم منشوفهم هذول على كل يعني على الناس يعني على انستغرام على أكتر من مكان كتير عم منشوفهم عم بنباعوا كتير شي كلهم حلو بيجوا زي الخيمة وجوه بنقدر نعملهم إضاءة طريقة كتير حلو للأطفال كمان بيقصوا في الجو خصوصا عن السنتين الماضين بيجوز مع كورونا كانت التجمعات أقل صح بيجوز للأطفال اللي على وعيهم هلأ بيجوز ما وعيوا أو منتبهوا على التقاليد والطقوس الحلوة في رمضان وكمان الهلال هلأ عم منقصه بطريقة يعني عم منقصه بطريقة حلوة وكبيرة كتير وممكن نلف عليه كله خضار وإضاءة كمان هذا الاشي عم منلاقي كتير بالسوق وكتير حلو وبيعطي يعني هيك زي يعني إشي جديد للهلالة أو انطباعه جديد نعم إذا بنقول إيش أكتر قطعة لازم تكون موجودة على طاولة الصفرة لما بدنا نرتبها هيك تكون السنتر بي سي إيش هلأ الرائج أكتر الإضاءة أكتر إشي يعني أكتر إشي إذا حدا حابب أنه يدخل هاي الأجواء لازم يحط حبال الإضاءة ممكن نحطها على طاولة الصفرة يعني مش شرط أنه نعلقها مثلا بمكان ممكن نحطها على طاولة الصفرة اللي رح يكون يتقدم عليها الإفطار أو هيك بقبل ما يتقدم حلو كتير بنان شكر وجودك معنا يا فرح كل عم تؤلف خير شكرا لوجودك أهلا وسهلا شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة